الحمد لله الواجب الوجود الدائم العطاء والجود الموجود قبل كل موجود والصلاة والسلام على رحمة المهدات سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم ملأ العلا بكماله كشف الدجا بجماله عظمت جميع خصاله صل عليه وآله صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله إذا هناك سائل فأنا أستمع إليك سيدي السلام عليكم أهلا سيدي والله بخير وأنتم بخير الحمد لله الله عمدك أمين أمين نعم بايد حبيبنا نسترسل على وعلي الحاجة إذا قدرنا نغازي فيها ولا لا السيارة عمدين وفاصيلتي أه بغيتنا نعرف أسكو أحلال ماشي أحلال ندخل في الريبة فيها ريبة ما فيها شريبة أيا كراني حاير ما نقدرت ما نقدرت ننغازي حتى ننفق فيه أبشير خيرا أسمعني جيدا أه انتهي تروح تشيري السيارة يقول لك نبيحها لك بالتقسيط يعني تديها وتخلصها على أقصات ها ها هكذا أتغل في حسبة مبعد تبدأ تحط ها ها حتى تملكها ها يجوز بإجماع الآئمة الأربعة يجوز بإجماع الآئمة الأربعة البيع بالتقسيط جائز انت تروح للمولة السيارة يقول لك إذا تخلصني الآن كاش 80 مليون إذا تخلصني في ظرف أربع سنوات البيحة 120 مليون ومبعد أنت تخير أنت تخير وما تشريها قال يا ودي بيحني 120 مليون إذن السيارة تبعت 120 مليون كل مرة تخلص شوية شوية حتى تملكها يا جوز ما هو حرام وما فيه شريبة واشنه هو ريبة هل تسمعوني أنا أسمعك شيخوان الريبة واشنه هو الريبة هو سلفية يعني واحد يسلف دراهم ويرد بالتقسيط أما هذا العملية ما فيه هو عنده السيارة وانت عندك دراهم ما كاش واحد سلف الواحد في هذه العملية البيع بالتقسيط جائز نعم ولو كانت تخلص فيها لاباك إذا دخلت البانكة سؤال آخر واشنه هو نروح ونشوف البانكة إذا صبنا البانكة تشري هذا السيارة وتبيحها لك بالتقسيط هنا بيعون وانت يشوف وين كائن بيع أصدم وين كائن سلفية أهرب إذا صبنا البانكة لا تسلف لك دراهم تقول لك ارد لي بالتقسيط فهذا هو الربا أما إذا البانكة تروح لصاحب السيارة تقولوا نشريها عليك 100 مليون وتبيحها 120 فهذا بيع وأحل الله البيعة وحرم الربا فهمت المسألة؟ لا لك الله إذن أنت أنت كتاح تشري هل صاحب السيارة ولا كتاح تشري على البانكة؟ لا فلا ميزو هكتاح تشري على صاحب السيارة يعني دارة السيارة هكذا الديبوزيتا تشري بدرهمك ولا كتاح تقول البانكة هي تشري لك؟ لولا شفت مع البان كرام بعد كما قابلوا لي لازم تكون تيتي لارو مننا أي روح يسيت فلا فلا ميزو ولولا قابلوا لك نورمان هكتاح تشري مباشرة مل عندك؟ أهي شوالب بالتقصير يا جوز ومبروك عليك وألف مبروك باقي شري حاجة شابة لي تحمر لك وتشكل مالك الله بك هذا مكان باشي نروحو نفتيولك وقابات جيب ديس وطروها ولا مالك الله بك الله يكون معك ويعمر دارك وبالبركة عليك إن شاء الله بارك الله شكرا سيدي البيع بالتقصير ماشي ربا رايب بزيف ناس يتخلط الريبا هو سلفية سلفية يروح للبانكة يا البانكة سلفوني 100 مليون نسلفونك 100 مليون بس أتردها لنا 150 هذا ربا الآن يروح للبانكة يقول لهم يا البانكة أنا ما عنديش درهم أنتما أشروا السيارة وبيعوها لي إذا يشروها البانكة تشريها وتبيحها لك يا جوز لأن الفائدة التجارية تجوز ليروا يبيع الدلع في العقيبة أو يبيع الدلع أو يربحوا لما وشي يربح يربح إذن ما شي الفائدة لحرام الربا كيف الميزوا بنتهم هذا شراء وهذا بيع واش قال القرآن وأحل الله البيع وحرم الربا شفت هذا ليبيعو يستفاد وله يتعمل بربا ويستفاد هذا ماله حرام والآخر ماله حلال العجيب في الأمر اللي لازم أن توقفوا عنده الناس لآدم وآدم من توراب واحد يقول إحنا عاب إحنا ما نش أمازيغ إحنا عاب شكون جدك يقول لك كنعان تبعوني مليحة حبسوا بتفهموا شكون جدك أنت أنا كنعاني جدي كنعان مليح الله يباك جده كنعان هنقول له تنكر الجدك ما تنكرش الأخير يقول أنا أمازيغي أنا ماشي عربي أعلى أنا جدي مازيغ الله يبارك وعنده الحق جده مازيغ نقول له تنكر الجدك كي تروحوا تقرأوا التاريخ وتصيبوا مازيغ بنو كنعان مازيغ شكون هو شكون بابه هذا مازيغ خارج مصر جرى ولداته حجرى عنده بابه ويمة مازيغ بنو كنعان يعني عائلة وحدة عائلة واحدة واحد ينتسب لوليده والأخو ينتسب البابه يا سبحان الله يجوا قوم كشنهار مازيغ بنو كنعان زعم بنو سام احنا يا ماشي عرب احنا ماشي أمازيغ احنا ساميين بنو سام يو باباه ومبعد روح بها الآدم عليه السلام الناس لآدم وآدم من تراب حابوا يقسمونا واحد ينتسب لوليده والأخو ينتسب الباباه راكوا خاوة خاوة كما قال الشعب خاوة خاوة ما كاش واحد يفرقنا حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل إذا ما فيه سائل سأجيب على الأسئلة الكتابية سائل من خنش لا يقول إذا هناك اتصال نعم سيدي أنا أستمع إليك سلام عليك يا شير وعلكم السلام ورحمة الله وبركاته أحبت طرح سؤال طرحت فيه رمضان أنا كنت صايم وعندي السكر وطرح لي السكر افطرت نعم افطرت بالما هو السكر طرح ذلك سؤال هل نكمل فاطر ولا نمسك أنا في الحقيقة نمسك لا 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 تكمل فاطر إذا افطر إنسان لسبب من الأسباب في شهر رمضان أو فاطر بما أنك مؤمن واحترام لرمضان قل كملت صمت إيه كملت لا لا ولكن شارع لا تطالبك بذلك الأصل ما دم إنسان افطر شرب بدواء ولا أو فاطر تقدر كنت قادر أنت ما تكمل تأكل ولا شيء عليه وإنما عليك القضاء أيه القضاء فهمتها النعم والشيخ والأنسولين الأبرانت على الأنسولين هذهك مغذية مفطرة مفطرة مغذية تحتوي على السكر مغذية فهي حقنة مغذية وليس حقنة تذهبها كذا إلى العضالات إذا دارها إنسان عليه القضاء إذا كان يقدر يقضي أما إذا كان يديرها على العام يعني حتى نهار يجي يقضي تنكح يديرها هذا يطعم مسكين خطرش أنا دلتها في لجيت السكر طالع لي نهار ثاني وستقفيت إيمان إيمان قال لي ما عيش مفطرة ما عيش مفطرة ولكن فيها السكر فيها لا 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 هي مفطرة هذا المسألة يفتون فيها العلماء والأطباء إذا قالوا بأنها تحتوي على الغذاء فهي مفطرة إذا قالوا لا لا راهي تذهب إلى العضلة لا غذاء فيها ولا تعوذ الغذاء ولكن أن الذي أعرف أن الأنسلين مدى مفطرة والله أعلم سيدي الله أعلم شكرا أستاذك الله يحفظك ويشفيك ويعافيك إن شاء الله للإحتياط أنك تقضي يوما ما كان هذا الذي أفتي به شكرا أستاذ سؤالي لك أن اسمحت أخير نعم تفضل سيدي أنا عندي عندي الزوجة عليها دين و صوف الأيام هذه أفتيال بياضات أيام الصابرين أي أيام الصابرين معنى بالإمكان معنى تنوي الدين مع الصابرين والله كل حاجة لا 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 يجوز لها شرعا يجوز جمع النيات جمع النيات كيف أن نجمع النيات أن النوي والفارضة هي اللولة القضاء اللي هو فرض القضاء وتنوي تحته يوم من أيام الصابرين و نزيد نقول لك لو كان يصادف الأيثنين والخاميس زيد نوي سنة الأيثنين والخاميس يعني جمع النيات يجوز كما إنسان ما صلى صلاة الصبح و تخلي الجامع يصلي تحييط المسجد و بعد ما رأي يصلي تحييط ما رأي يصلي الصبح لا لا هذه ركعتها الصبح ينوي بها تحييط المسجد بارك الله و فيك إنسان على جناب يوم الجمعة يروح يخسل الجناب و بعد يخسل السنة على الجمعة لا لا غسل واحد ينوي بها رفع الجناب و ينوي بها سنة الجمعة فهمتها وش معتها جمع النيات و إنما ما تنساش النية الفارضة هي اللولة هي الفقانية الله يعمر بارك الله و فيك و يختم لك بلا إله إلا الله و إنحييو شيخ ذا من وداية الأغواط الأغواط ما شاء الله الأغواط بلاد الرجلة و النيف و الشرف سيطال بالعربي هذا حج معايا من الأغواط يبلغ إن شاء الله سلم لي عليه ربي أحفظك سيدي شكرا الله يعمر داركم بالخير و البركة و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته